أهلا بكم نشرح ليه وفيديو جديد مهم عاجل جدا لجميع الموظفين وأصحاب المعاشات أخيرا المالية تقرر صرف فروق حافز 100% مبالغ تزيد عن 15 ألف جنيه بأثر رجعي تعالوا بينا نتعرف على المستندات وعلى التفاصيل من الأخبار السعيدة واللي تعودنا دايما إن شاء الله على قناتنا إن احنا بنزفع الحضرقو الخبر اللي احنا جابينه النهاردة اللي هو المالية قررت صرف فروق حافز 100% واللي هو فروق حافز الإسابة 100% مبالغ بتزيد عن 15 ألف جنيه بأثر رجعي تعالوا بينا نتعرف على التفاصيل من خلال الفيديو بتاعنا دوت تابعونا لنهاية الفيديو أخبار صر لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقوانين خاصة مثل المعلمين والأطباء ومن في حكمهم والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والأهم أصحاب المعاشات من القانونين سواء قانون الخدمة المدنية أو القانون الخدمة الخاصة أو القوانين الخاصة نعرض معنا مستندين واحد منهم بيخص الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وأيضا أصحاب المعاشات الذين كانوا خاضعين أثناء عمالهم لقوانين غير قانون التعليق ومستند يخص المعلمين والاطباء والاخصائيين ومن في مستواهم والمستندات هذه تفيد ان لكل موظف حافز 200% لان هناك موظفين لم يحصلوا على الحافز كاملا ومنهم من حصل على نصفه ومنهم من لم يصرف نهائيا لعدم العلم به ولحسن الحظ ان هذا الحافز لا يسقط حقه بالتقادم الخامس بل يصل الى حوالي 15 سنة كذلك المبالغ المستحقة بتزيد عن 15 الف جنيه عشان كده حبينا في قناتنا قناة شرح لي نارد على حضراتكم المستندين حتى تتمكنوا من الحصول على مستحقاتكم واللي يعاوز المستند يطلبوا في التعليقات هنقول لحضرتك ازاي ان انت تعرف تحمله من خلال القناة اولا نارد لحضرتك ما يخص قانون خدمة مدنيين واصحاب المعاشر التابعين لهذا القانون اثناء عملهم هنقول لحضرتك على المستند وحيسيات وكمال المنطوق بأحقية الموظف بحافز 100% بأثر من سنة 2015 وطبعا هذا الحافز هيتحط في بند الأجر المكمل وده علاوة على المبالغ الكبيرة والتي سيساهم في رفع هذا الحق فيها وهي رفع المتغيق والمعايش والموضوع ده يا جماعة بينطبق على كل من هم على رأس العمل الآن يلا لسه في الخدمة الغد الوقت ليس هناك وقت محدد لصرف هذا الحافز إلا من تاريخ صدور قرار هذا الحافز بمعنى أن هذا الحافز كل من كان موجود أثناء صدور هذا الحافز له في هذا الحافز قبل كده يعني قبل مزل الحافز ده اللي كانوا موجودين ما لهمش في الحافز ده كمان المقبلين على المعاش وكمان أصحاب المعاشات تعالوا بنا نقرأ ملخص حاسيات الحكم ومنطوقه زي حضركم ما شايفين قدامكم ملخص الحاسيات صرف الحافز المستقطع منه بنسبة 100% من الأساسي وإضافته إلى الأجر المكمل بتاريخ 17-2015 بعد تحويله إلى فئة مالية مقطوعة مع استمرار صرف هذا الحافز شهري تعالوا بنا بنشوف منطوق الحكم بيقول إيه حكمت المحكمة بقبول الدعوة شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعوة باستمرار صرف حافز الإسابة المقرر رقم 11 بالمرسوم رقم 51 لسنة 2011 بذات القواعد والقيمة التي كان يصرفها قبل تحويله إلى فئة مالية مقطوعة في 36-2015 يعتبر من 1-7-2015 على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من أسار وفروق مالية والزام الجهة الإدارية بالمصروفات والحالة اللي معنا دلوقتي لا تسقط بالتقادم الخامسة بل بتستمر حتى 15 عام اللي احنا سمعناه دوت كان بالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وكمان أصحاب المعاشات اللي هم غير مخاطبين بقانون رقم 155 أما بالنسبة للمخاطبين بقوانين خاصة مثل المعلمين والأخصائيين والأطباء وما في مستواهم حني أرد على حضراتكم المستند الدال على ذلك الحكم أمام حضراتكم الآن على الشاشة وقد تم تنفيذه فعلا حيث قام المسكور برفع الدعوة رقم 3931 لسنة 25 قضائي ووفقا لدعواه تم الحكم له بمرسوم قانون رقم 1 لسنة 2011 بحقياته في صرف مقابل حافز الإسابة الإضافي 200% من أجريه الأساسي مع ما يترتب على ذلك من أصار مالية طب يعني ايه معنى ما يترتب على ذلك من أصار مالية ده معنى يا جماعة اللي هي الفروق المالية اللي هتتاخد إن شاء الله بأثر رجعي وأكد الكلام ده طبعا منطوق الحكم والذي جاء فيه حكمة المحكمة بقبول الدعوة شكل وفي الموضوع بحقية المدعوة في زيادة ما يتقاضى إلى 200% على النحو الوارد بالأسباب وما يترتب على ذلك من أصار مالية وزي ما لسه أيلين أن العبارة دي بتعني صرف الفروق المترتبة على هذا القرار وهذا القانون صرف الفروق دي بأثر رجعي يعني بيشوفوا مثلا حضرتك بقالك مثلا كم سنة ما صرفتها ويجمعوها ويعملوها في مبلغ مجمد بأثر رجعي طبعا أعاوز أو لحظ لكم أن حافظ الإسابة للمخاطبين بقانون رقم 81 بيوضع في خانة اسمها خانة المكمل وممكن يكون قد طم صرف أو قد طم صرف مثلا جزء منه مثلا حوالي 100% وباقي كمان 100% أخرى اللي احنا قلنا في الأول في بداية الفيديو أنه مفروض أنه يبقى 200% وممكن يكون طم صرف نسبة تانية يعني ممكن يكون طم صرف مثلا 75% فيبقى الباقي 125% طب لو تم صرف 50% الباقي يبقى كام يبقى 50% هنترحم 200% هيبقى الباقي 150% وهكذا يعني وفي غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية زي المعلمين وما في مستوى وكذلك الأطباء وغيره هيكون الكلام ده في خانة المتغير طيب نيجي هنا بقى إيه حد يسأل طب إيه هو موقف أصحاب المعاشات من الموضوع ده إن شاء الله أصحاب المعاشات هستفيدوا من الحكم ده طالما أنهم عصروا قرار صرفه يعني المستفيد من بعد سنة 2012 وحتى الآن ويكون في حالة عدم صرفه قبل ذلك هتكون في مبالغ خبيرة ومش هيكون في خصم ولكن كمان هيكون الصرف هيبقى بأثر رجعي زي ما قلنا يعني مبالغ متجمدة بأثر رجعي للسنوات اللي ما تمش الصرف فيها هيجمعوا المبالغ ده كلها ويتم صرفها بأثر رجعي للسنوات السابقة فزي ما قلنا جماعة إن شاء الله واحدة واحدة كل واحد ياخد حق إن شاء الله وكمان منتظرين موضوع الحكم بتاع العلوات الخمسة إن شاء الله ربنا سأل ويتحكم إن شاء الله إن شاء الله وبسرعة هيتحكم لأصحاب المعاشات وبرده إن شاء الله كل هيتطلع مستفيد وكل هيتطلع له مبالغ كويسة وما ضاع حقه وراءه مطالب زي ما دايما بنقول وبكده بيكون انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة بروح برضو جابلكو كل ما هو مفيد كل ما هو في خير إن شاء الله ربنا يقدرنا ويكون كل فيديوهاتنا نافعة وفيها خير يعني بتساعد حضراتكو على الحصول على مستحقاتكو ما تنسوش تشرفونا وتدعمونا وتشاركوه في القناة اللي لسه مشاركش ودعمونا باللايك والشير كتير عشان ده بيخلي الفيديو بطفح بحركات البحث وبتبقى سبب في حصول غيرك على الفيديو وبتاخد سواب إن كل ما حد بيحصل على الفيديو بسببك حضراتك بتاخد سواب الدال على الخير تفاعله اضغطه زر الجرس أو الاختار أول أو الكل عشان يصلكوا إشعارات بكل اللي بنقدمه وبنعتذر عن الإطالة وكان معكم سيد شاكر من قناة شرح لي أشوفكم على خير وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد الفطر